بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر العلمي والصناعي في هذا الدرس رح أعرض عليكم شوية نماذج امتحانات سواء كانت سنوات سابقة أو كانت امتحانات المناطق علشان تعرفوا كيف رح يكون هيئة الامتحان أو طبيعة الأسئلة مع العلم أنه أنتوا أصلا مقدمين امتحان الفصل الأول مقدمين امتحان تجريبي في منطقتكم مقدمين امتحانات يومية في الأصل أنكم عارفين طريقة الأسئلة كيف رح تكون ولكن يعني خليك تختبر نفسك هذا الفيديو بعد ما تخلص حفظ وتجهز حالك في المادة راجع نفسك افتح هذا الملف طبعا أنا ما رح أحل جميع النماذج بدي أخذ أسئلة عشوائية بس يعني هذا النموذج أو هذول النماذج رح أضيفي لكم إياهم في صندوق الوصف أسفل الفيديو وإنتي اطلع عليهم واستفيد منهن وأنا حاولت أني أشكل من عدة مناطق ومن عدة مدرسين خلينا نيجي نأخذ نموذج عشوائي ونشوف مثلا أسئلة عشوائية مثلا لو جينا على لو جينا على هذا الانتحان مثلا حاكييلي هنا في الضع دائرة ما اللغة التي تتشارك بها جميع برامج إدارة كواعد البيانات؟ طبعا هذا السؤال يعني أكيد أنتم عارفينه لأنه موجود في بداية الكتاب فمرك عليكم كثير اللي هي لغة الـ SQL تتشارك بها جميع برامج إدارة كواعد البيانات طيب أي من الآتي يعتبر الأكثر أهمية؟ أظن هذا أجا في نموذج سابق أكيد مش النماذج الأكثر أهمية ولا التقارير تقارير تعتبر من مخرجات كواعدة البيانات ولا الاستعلامات رح تكون الجدول طب ليش الجدول؟ لأنها الأساس بس لأنها الأساس في كواعدة البيانات طيب منوع البيانات الأنسب لتخزين حق البريد الإلكتروني الآن الجماعة البريد الإلكتروني بيحتوي على نصوص وعلى رموز وعلى أرقام يعني بيحتوي على أحرف رموز وأرقام رح يكون من نوع رقم ولا رح يكون من نوع إيميل فش إش اسمه نوع إيميل ولا مذكرة ولا نص خلينا نتفق إما بيكون نص وإما بيكون رقم بحكم إنه مذكرة للقيم الكبيرة الآن إحنا اختلفنا لأنه الإيميل ممكن يحتوي على أرقام وممكن يحتوي على نصوص بجوز حكيت لكم اللي متابع معي الدروس إنه إذا ضفنا رقم في داخل نص يعتبر نص يعني النوع نص بيستقبل نصوص وأرقام ولكن بشرط هذا الأرقام بتعاون معها كنص يعني بتفقد صفتها كرقم فبالتالي الجواب الصح اللي هو نص ماذا يطلق على مجموعة من الأوامر لتحديد الصلاحيات الصلاحيات control إذن DCL الصلاحيات في الSQL طبعاً هادي مرابطة التي تستخدم لإضافة أكثر من شرط على المعيار طيب أكثر من شرط and أو or واحدة منهن يعني يا ألف يا با بس هون شو حكي لي بشرط إنه يتحقق واحد على الأقل الآن and بتشترط إنه اثنين يتحققوا or لا بتقول لك واحد على الأقل إذن الجواب رح يكون هنا or ما الأمر الذي لا نستطيع القيام به ملاحظين هنا حاطتلكم عليها الخط bold لا نستطيع القيام به من خلال الزرار أوامر في النماذج طبعاً يا جماعة هذا النموذج إذن سويت الأستاذي السهام الصيام مشكورة لا نستطيع القيام به من خلال أزرار الأوامر في النماذج هذا السؤال أجى مثله السن الماضية الآن يعني للي مش فاهم الدرس بدي أورجيكم هاد الفكرة من وين أجد خليني أجي هون على الكتاب وأفتح على درس النماذج هذا درس النماذج الآن نأجي عند الأزرار أزرار النماذج هذا التقارير خلينا نأجي عند النماذج وخلينا نأجي عند الأزرار طريقة إنشاء الأزرار تمام السؤال أجى من هذه الصورة اللي موجوده في صفحة 41 هذا معالج زر الأمر تمام عمليات النماذج إيش الأمر اللي مستطيعش نكون فيه فبالتالي هذول رح يكون نحفظ وهذول رح يكون نحفظ هذول عبارة عن عمليات النماذج تعال اتطلع على الخيارات اللي مش موجودة هون رح تكون هي الجواب الصحيح لأنه حاكيلي لا نستطيع القيام به وهذا السؤال أظن أجال في السنة الماضية ما امتداد الملف التنفيذي في نظام ويندوز طبعا يعني خلينا أحكي لكم شغلة إنه مش مطلوب منكم امتداد الملف التنفيذي في نظام ويندوز والله أعلم إنه هذا عبارة عن خطأ مطبعي على كلهم في نظام الويندوز هو EXA بس لو طلب مننا في نظام مثلا الاندرويد ABK تمام طيب الـ XAB في الويندوز فون طب الـ IBA في الـ IOS ما الساعة التخزينية المطلوبة هاي عند أنواع البيانات بتشوفوها من الشخص الذي يمكن التحكم بالكامل في قاعدة البيانات اللي هو مدير قاعدة البيانات هاي في أول صفحة أكيد أي من التالية هاي عبارة تركيبية تدل على أن نمط الترتيب تصاعدي أم تنازلي اللي هي عبارة عن order by تمام order by للفرز where للcondition اللي هو للشرط وفرمبيج بعدها اسم الجدول أي من الآتية من مميزات التطبيق الأصيل أو الناتف اللي هو لا تجده إلا بمتجر واحد صراح هذا السؤال بيخربط شوية وأجي أظن مثله زمان بس هذا الجواب الصح اللي هو لا تجده إلا بمتجر واحد رخيص لأ البرامج غالي إحنا مش عوش في هذا الإشي لأن إحنا بشكل عام المعظم بيكرك البرامج ولكن البرامج تكلفتها عالية جدا برمجته سهلة لا صعبة لا يحتاج إلى مهارات عالية مش شرط هذا الحكي ما التبويب الذي نختار منه الأيكونة التي يمكن منها إضافة الأزرار لشاشة النموذج في برنامج الأكسز اللي هو التبويب تصميم الأزرار في تصميم تمام ما المفتاح الأجنبي في جدول عمليات التحويل الذي حكوله رقم العملية اسم العملية رقم العميل المبلغ طبعا الأصل إنه يكون موجود الجدول اللي فيه المفتاح الأساسي بس هذي الأقرب إنها تكون مفتاحة جنبي رقم العميل في برنامج الأكسز أي الدالات التالية تستخدم لمعرفة أقل قيمة اللي هي المن انتبهوا لهذه هذولا والماكس أعلى قيمة الف مش مطلوبة معاكم الكاونت معناها عدد أو الف يعني ككلمة في الاسيكيوال مش مطلوبة بس منتو طبقتوها في الأب انفنتور كايكوني جاهزة أو لبني جاهزة هذي إيش وظيفتها مصطرة ومثلت وكلم اللي هي تصميم تصميم الجدول تمام ما النظام الذي يستخدمه لغات الفي بي دوت نت اللي هو الويندوز الويندوز فون يعني خلينا بكى أدك شوي ماذا نستخدم لتغيير الاسم البرمجي هذا السؤال مهمة كثير لما بنغير الاسم البرمجي بنستخدم ري نيم لما بنغير الاسم الظاهر بنستخدم تيكست تمام خلينا نشوف في برنامج الأكسز أي من الدالات تستخدم لعدة السجلات اللي هو الكاونت هذا السؤال برضو مهم عند إنشاء جدول وعدم تحديد مفتاح أساسي له في برنامج الأكسز ما نوع بيانات المفتاح نوع البيانات إذا ما حددنا لهش مفتاح أساسي البرنامج بحدد له مفتاح أساسي اسمه آي دي ونوعه ترقيم تلقائي في برنامج الأكسز من أي تبويب العلاقات من أدوات قاعدة البيانات موضوع التبويبات مهم كثير طيب في برنامج الأكسز ما نوع العلاقة التي يتم تفكيكها باستخدام الجدول الوسيط اللي هي متعدد لمتعدد لو جينا لضبط قيمة المتغير نختار طبعا الأصل لما بنضبط قيمة المتغير بس كأنه خطأ مطبعي كأنه خطأ مطبعي فقط هذا يقصد بمهارة تطوير الويب أظن أجل زمان هذا السؤال اللي هو CSS و HTML5 وكان موجود في أسئلة الوحدة لو جينا على في برنامج الأكسز ما وظيفة هذه الأيكوني شو وظيفة هذه الأيكوني اللي هي إظهار جدول ما الميزة التي يتم فيها تشغيل الشاشة وإضاءتها عند رفع الجهاز اللي هي من ميزات الـ iOS موجودة طيب في برنامج الـ App Inventor إيش الخاصية التي يتم ضبطها لإدراج صورة للأداء image اللي هي بتشغل انتبهوا لهذا السؤال مهم في برنامج App Inventor عند إدراج Table Arrangement فإنه Rose Rose بتعني الأعمدة وColumns بتعني الصفوف تمام عفوا آه Rose Rose بتعني الصفوف وColumns بتعني الأعمدة في برنامج App Inventor لتغيير شكل الـ Button 1 من مستطيل بيضاوي نضبط خاصية shape على oval بيضاوي oval بيضاوي ولو أنه يعني ما أظن يجي السؤال بهيئته هاي ممكن يجي آه إيش الخاصية اللي بتغير شكل الزر طيب لو جينا على نموذج ثاني مثلا لو جينا على هذا النموذج لو سألنا أي من التالي يعد من مخرجات قاعدة البيانات أصلا موجودة عند تعريفها اللي هو التقارير يعد من مخرجات قاعدة البيانات سؤال هذا بيتكرر كثير بديروا بالكم منه ما نوع البيانات المناسب للقيم النصية التي يتجاوز يتجاوز 255 رمز ممكن ليش أقل ديروا بالكم هذا السؤال دقيق كثير يتجاوز 255 رمز فبالتالي مش نص نص أكل من 255 رمز فالجواب رح يكون با اللي هي عبارة عن مذكرة ما العلاقة بين جدول العامل وجدول المشروع جدول العامل والمشروع إذا علمت أن العامل لا يعمل في أكثر من مشروع واحد والمشروع بيشتغل فيه كثير عمال دايماً اللي عنده كثير أمور هو الواحد والمحتويين هم المتعدد فبالتالي عنا هنا اللي فيه كثير هو الواحد المشروع إذن المشروع واحد والعامل متعدد طب لما يجي كله طب بدي العامل والمشروع إذن متعدد لواحد إذن الجواب رح يكون جيم متعدد لواحد ما الأداء التي تستخدم لإضافة أداة التسمية اللي هو دال؟ هذولنا نحفظها دال ما الجملة البرمجية المناسبة لتكملات الاستعلام بلغة الـ SQL والتي تعمل على تحديث اسم الطالب الثالث إلى علي؟ الآن هذه جملة SQL تبعة التحديث لازم تحتوى على Update واسم الجدول هاي المقطع الأول المقطع الثاني لازم Set والقيم الجديدي المقطع الثالث Where والمعيار إذن المقطع الناقص اللي هو Set والقيم الجديدة معناته Set وبعدين اسم الطالب بتحديث اسم الطالب الثالث إلى علي إذن اسم الطالب يساوى علي فبالتالي هذه رح تكون الجواب الصحيح طيب ما الخاصية في نظام الأندرويد التي تسمح بتشغيل أكثر من تطبيق على شاشة الهاتف معا اللي هي عبارة عن الإطار المتعدد طيب لو جينا الاتصال مباشر إيش معناها؟ لما تفتح رسالة إذا ضفت أو حطيت الجوال على ذلك بيتصل مباشر على الرقم طيب التصوير المزدوج كلنا بنستعملها اللي هو بشغل الكاميرا الأمامية والخلفية مع بعض مباشر أي من الأدوات التالية تم اختيارها من مجموعة Drawing & Animation Drawing & Animation أصلا مطلوب مننا كان فسو بول هنا الثنتين بس المطلوبات مننا فبالتالي مش موجود إلا بول فمنختار بول طيب التكست بوكس في أي مجموعة User Interface نكون حافظينهم الhorizontal arrangement اللي هي Layout طيب الimage User Interface تمام؟ أي من الخصائص تستخدم لتغيير شكل الأداء Button من المستطيل إلى البيضاوي اللي هي قبل شوي حكيناها الأداء Shape الأداء Shape بتغيير شكل الـ Button هذا النمط من الأسئلة مهم جدا ديروا بالكم منها ما ناتج اللبن الحسابية التالية؟ هذه اللبن الحسابية بتأخذ الرقم 60 بتدخله على دالة الجتة اللي هي الكوساين فبالتالي كوساين الستين وتظهره على Label 4 تعالوا تنشوف الخيارات ظل تمام؟ لا ظل؟ لا جيب؟ لا إذا نجيب تمام الزاوي 60 اللي هي الكوساين أو الجتة إلى أي مجموعة تنتمي هاي اللبني؟ تنتمي إلى Text ما الأيكون التي يتم من خلال التحويل لاستعلام من اختيار إلى حدف؟ أي كناتنا نكون حافظين هي يعني ديروا بالكم هون الجواب هذا الأيكون ما الجملة البرمجية في لغة SQL المناسبة للاستعلام المجاور؟ صراح يا جماعة هذا النمط من الأسئلة ما أجسن الماضية بس بكوة منتوقع إنه يجي هذه السنة فديروا بالكم منه اللي هو بيجيب لك شوت سكرين لصفحة استعلام وبعدين بيسألك عليها سؤال إما ماذا يعني أو إيش جملة الـ SQL فتدربوا عليها ديروا بالكم من هذا النمط لأنه ممكن إنه يجي هذا النمط في الامتحان السنة طيب تعالوا تنحللها لو جينا هيكا لو جينا هون الحقول هون موجود عندنا هذول أسماء الحقول وهون موجود عندنا أسماء الجداول تمام؟ هني بدي أعرض لي من الجدول كورس الحقل اللي اسمه أور وكوست وكورس نيم الآن بدي يظهر الكورس نيم فبالتالي بعد سليكت بدي يجي وبدي يظهر الكوست بدي هتيجي بعد سليكت أورز ما بدي تظهر بس الأورز أنا بدي أستخدمها كمعيار بعد الوير ولاحظوا معي إنه في عندي فرز فبالتالي ميجي نقول سليكت وبعدها الحقول الظاهرة اللي عندها موجود الصح تمام؟ فبالتالي ميجي نقول سليكت كوست نيم وكوست فاصلة كوست فرم اسم الجدول اللي هو كورس وير ايش المعيار أورز أكبر أو يساوي ستين أوردر باي اسم الحقل كورس نيم وتنازل دي اي اسي وفاصلة منقطة تمام؟ طيب منا في ذلات يتم من خلالها عرض البيانات في مجموعات بناء على حقل أو حقول في معالج التقارير هذا السؤال أجه مثل السنة الماضية بس أظن أجه عرف اللي هو مستوى التجميع فديروا بالكم إذا مش حافظين التعريف الآن حفظوك قبل تروحوا للسؤال اللي بعده ما المساحة التخزينية التي تستهلكها قيمة ركمية؟ هذا بتروحوا عند أنواع البيانات أو أنواع كل البيانات لازم تكونوا حافظينهم فديروا بالكم ما الأمر الذي لا نستطيع؟ جاوبنا قبل شوي أي الخانات التالية تستخدم لوضع شرط على الحقل في شاشة تصميم الاستعلام؟ هذا موجود في الاستعلامات اللي هي المعايير في درس الاستعلامات يعني هالجملة اللي هي المعايير اللي هيجي ما ناتج تنفيذ اللبن البرمجي التالية؟ قلت لكم هذا النمط من الأسئلة بتكرر الآن هاي مودلوف ايش هي؟ هي باقي القسمي فبالتالي 22 تقسيم 5 ومنوخذ الباقي 22 تقسيم 5 قديش؟ 4 والباقي 2 فالجواب رح يكون 2 إذن هذا رح يكون الجواب ما الأداة المستخدمة لترتيب أداتين بحد بعض في صف واحد؟ اللي هي الهوريزنتل الرينجمنت هذه أداة مهمتها الترتيب الأفقي للأدوات يعني بتجيب لي أداتين بجنب بعض بصف واحد أو بشكل أفقي ماذا نستخدم لإجراء عمليات حسابية وتجميع بيانات من عدة جداول مرتبطة مع إمكانية تعديل هذول مهام إيش هذولا؟ هذولا مهام الاستعلامات مش الجداول ولا النماذج ولا التقارير ما دلالة الجملة البرمجية التالية؟ ديروا بالكم دليت بعد دليت هون أسماء الحقول فبالتالي ستار بتدل على أسماء الحقول افرم اسم الجدول ما فيش وير بعد وير بنضيف المعيار بناء على السجلات يعني وير بتحدد السجلات كديش بدك تحذف السجلات فبالتالي بما إنه ما فيش وير معناته هذه القاعدة تطبق على الكل فبالتالي حذف كل إشي بالجدول بس شو كل إشي في الجدول؟ كل إشي حقول ولا كل إشي سجلات؟ كل إشي سجلات في الجدول لأنه وير تتحكم في السجلات وهاي اللي بين دليت وفرم تتحكم بالحقول فبالتالي مش حذف جميع الحقول حذف جميع السجلات سطور هذا الجدول الآن في عنا حذف الجدول بأكمل وكود الSQL اللي بيخليك تحذف الجدول بأكمل ومش مطلوب معك أصلاً فبالتالي أكيد لا يعني وهذه يعني هيك جملة علشان سيرين أربعة التعريفات ديروا بالكم منهم قاعدة البيانات طيب وين تعرف قاعدة البيانات؟ وين هوش؟ وين موجود في الكتاب؟ وليش جاي بينه؟ دور جيكم وينه؟ لو جينا فتحنا على درس الاستعلامات هذا درس الاستعلامات في أول صفحة في درس الاستعلامات فوق اللي هي قاعدة البيانات مجموعة من البيانات المرتبة والمنظمة بطريقة يسهل وصول إليها وإدارتها والتعديل عليها هذا انتبهوا تعريف قاعدة البيانات تمام؟ هذا تعريف قاعدة البيانات طيب نظام أندرويد مبين التصوير المزدوج برضو واضح الإلحاق وين تعرف الإلحاق؟ دور جيكم لو جينا عند استعلام الإلحاق استعلام التحديد الإلحاق قبل ولا بعد يا جماعة؟ هل الإلحاق؟ الإلحاق هنا تعريف على الصفحة هذا تعريف استعلام الإلحاق انتبهوا لهذا الثلاث نقاط مهمات كثير مهمات جدا يعني إذا مش حافظهن وقف واحفظهن وفهمهن تمام؟ هسأحكي لكم ليش؟ طيب وضح أقسام اللغة الـ SQL بما أن لساتنا عند لغة الـ SQL بدي أورجيكم الأقسام وأكيد أنتوا حافظين هل إنهم بالفصل الأول اللي هنا لغة تعريف البيانات لغة التحكم في البيانات لغة معالجة البيانات الآن أقسام اللغة اللغة الكود البرمجي مقسم لثلاث أقسام إحنا إيش أخذنا؟ أخذنا هذا القسم اللي هو معالجة البيانات اللي بيختص في سطور الجداول بس أما لغة تعريف البيانات هذا ما أخذنا اللي هو بيختص بإنشاء كعدة بيانات وإنشاء جدول إحنا مننشئها بشكل يدوى عن طريق الـ Access تمام؟ فبتالي إلها أكواد خاصة إحنا هذه الأمور ما أخذناها وحدف جدول ما أخذناها والتحكم في البيانات برضو ما أخذناها إحنا أخذنا هدول الأكواد يعني الأكواد المطلوبة معناه هن جميع هن دي أم أل وضحة الفكرة هذول الأقسام انتبهوا الأقسام والتعريفات مطلوبة هون حكينا نظام مطعم سؤال التحليل ديروا بالكم منه سؤال التحليل ديروا بالكم منه يعني السنة الماضية مش كثير ركزوا عليه بس في سنوات سابقة الطلاب غلطوا فيه فديروا بالكم منه الآن هو أنا جايب لتحليل للنظام وبالذات بديش أخربط في موضوع العلاقات وبديش أخربط في قصة المفتاح الأساسي مش مشكلة هالأداة معلقة شكلها مش مشكلة طيب هون حكيلي كل زبون إذا عندي جدول اسمه جدول الزبون وعندي جدول اسمه جدول الوجبة يشتري عدة وجبات وعندي جدول اسمه جدول الفاتورة الآن بدنا نيجي للعلاقات كل زبون يشتري عدة وجبات والوجبة يرغب بها عدة زبائن إذا في علاقة بين الزبون والوجبة اللي هو عبارة عن عدة عدة متعدد لمتعدد طيب تجد كل استنى شوي يعني كيف الوجبة بشتريها أكثر من زبون يعني كيف السندويش بشتريها أكثر من واحد لا يا جماعة احنا نحكي عن صفة منطقية يعني انت في قاعدة البيانات اسمك شخص فلما يجي يحكي شخص اشترى كذا شخص يعني ممكن عشرين واحد اشتروا هذا الصنف تمام فبالتالي الوجبة هنا صفة منطقية يعني الوجبة الفلانية مثلا وجبة السندويش الفلانية من هذا الصنف أنتجنا عشرين وجبة وبيعنا العشرين وجبة جميعا إليه النفس الاسم تمام زي فكرة مثلا سؤال مرة الطلاب وقفوا عليه اللي هو وجوز حكيتلكم إياه المريض والدواء طب كيف علبة الأكامول اشترها أكثر من واحد؟ لا ما قصادة العلبة بعينها قصادة الصنف صنف الدواء هذا الصنف اشترى أكثر من شخص وانت عرفوه منه مليان وصلة الفكرة فبالتالي العلاقة بين الزبون والوجبة متعدد لمتعدد طيب المطعم يصدر فاتورة الآن بدنا جدول وسيط فممكن تكون الفاتورة جدول وسيط وممكن ما تكون خلينا نفحص إنه هل لن تكون إذا كانت يعني إذا فيه إمكاني يمنفحص الإش اللي بعده المطعم يصدر فاتورة يدفعها الزبون عند الطلب ويمكن للزبون أن يدفع أكثر من فاتورة تمام؟ يعني الفاتورة الوحدة لزبون واحد بس الزبون بدفع كثير فواتير فبالتالي العلاقة بين الزبون والفاتورة واحد ل متعدد الآن هنا عنا العلاقة بين الزبون والفاتورة واحد لمتعدد لأنه الزبون ممكن يدفع أكثر من فاتورة والفاتورة الوحدة لزبون واحد فبالتالي فيه إمكاني إنه الفاتورة يكون جدول وسيط ليش؟ آه الأشي لأنه الجدول الوسيط بين الجدول الأول والوسيط واحد لمتعدد وليس العكس إذا العكس معناته إلغي تماماً نروح سوي جدول وسيط تمام؟ يعني إذا كانت الفاتورة للزبون واحد لمتعدد الآن الفاتورة هي عبارة عن إش مشترك بين الزبون والسلعة تمام؟ احنا منضيف برضو مواصفات السلعة في جدول الفاتورة بما إنها إش مشترك إذن الأنسب إنه تكون الجدول للوسيط تمام؟ زي أجأ أقول الطالب والمادي العلامة إشي مشترك لأن الطالب إلو علامة بس هي العلامة من المادة فالعلامة كإنها متداخلة في المادة وفي الطالب عشان هيك نعملها جدوى الوسيط مشترك نفس الإشي الفاتورة للزبون اللي اشترى الوجبة فبالتالي فيها معلومات الوجبة ومعلومات الزبون تمام فبالتالي الفاتورة هي الأنسب إنها تكون جدوى الوسيط وبتكمله باقي الأمور بس هي أهم شي موضوع العلاقات لماذا لا يكون إدخال البيانات موفق عند تشغيل الاستعلام التالي فيه نقاط عند استعلام الإلحاق كلتلكم انتبهوا وحفظوهن والأصل لكم تكونوا حفظوهن لو جينا هنا على هذا السؤال وخليني هنا أجي على الشروط هذا الشروط هيا أنا لسه ملونهن باستعلام الإلحاق حكي الاستعلام الإلحاق ما بمشيش إذا صار تكرار في المفتاح الأساسي إذا قيمة المفتاح الأجنب غير مسموحة يعني المفتاح الأجنب مش موجودة قيمته في الأساسي إذا النوعية بتختلف إذا النوعية يعني أنا بدي أضيف في جد في حقل مثلا نوع تاريخ بدي أضيف نص ما بيزبط تمام يعني هنا مثلا عندنا الديت هيرينج لو ضفنا عليها أحمد ما بيقبلهاش لأنه لازم يضيف عليها تاريخ طيب خليني جعل هذا السؤال حكي لي انسيرت انتو اسم الجدول تمام عندنا هنا الانجينير نمبر لازم تكون من نوع رقم صح الانجينير نيم لازم تكون من نوع نص نص رقم خلينا نشوف القيمة هادي عبارة عن نص ما بيزبط انها تدخل على حقل من نوع رقم وصلت ما بيزبط انها تدخل على حقل من نوع رقم فبالتال هاي اكس طيب ماتين واتناش هاي ماتين واتناش من نوع رقم ما بيزبط انها تدخل على حقل من نوع نص استنى ما انت قبل شوي كلتنى انه الرقم بدخل على نص تمام الشرط واحد ان يكون حوالينها الكوتيشن يعني كيف الكوتيشن يعني لو كان موجود عندي حوالينها هيك حوالينها الرقم التنصيص هيك بتحول لنص وبتقدر تدخله على حقل من نوع نص فش تنصيص معناته هذا بيعرفوا البرنامج انه رقم فبالتالي بيدخلوش على حقل من نوع نص الدكور عادي صح لانه نص نص والرقم رقم مية في المية وصلت الفكرة طيب تستخدم طريقة التصوير مجموعة كاميرات عشان يصور من كل الجهات واضحة يفضل تسمية الحقول باللغة الانجليزية علشان نستخدمها في الاسكوال برضو هذي واضحة في الكتاب خلينا نيجي له المقطع البرمج التالي حكيلي بدي اداة ادخال والمجموعة اللي بينتمئ لها لاحظوا معي شباب او رجزوا معي واحفظوا لما تكون عندي اسم اداة والخاصية تكست وفي الشي هون هذا السن هذي معناها اجلب قيمي وتعني اداة ادخال لما يكون عندي موجود هون اللي هي السن هذي شايفين هذي السن الموجود مع اسم اداة وخاصية تكست هذي اداة اخراج تمام؟ فلما نيجي نحكي بدنا اداة ادخال و بدنا اداة اخراج فمنيجي بنقول هذي عبارة عن اداة ادخال اللي هي تكست بوكس تكست بوكس اداة ادخال و تكست بوكس موجودة في هورزانتل ارنجمنت الليبل فور اداة اخراج و موجودة في الهورزانتل ارنجمنت اسم متغير طبعا انا كي بدي اعرف انه فيه متغير بدور على كلمة global global salary اذا فيه انا متغير اسمه global salary والمتغيرات في اين مجموعة يا جماعة في الvariables لابني التحكم بكملش السؤال لابني التحكم if في مجموعة control لانه فيش اللي هي مطلوبة معنا في الكتاب بس فيه مليان في الاب انفنتر لابنا التحكم بس في الاب انفنتر مش مطلوب معنا الا if ومجموعة control ما عدد اللابينات البرمجية من المجموعة math لو جينا هنا وجينا هيك وبدنا نشوف اللابينات البرمجية اللي موجودة في المجموعة math اوليشي هذي الاكبر موجودة في math اذا هاي وحدة هذي اللابني اللي في جواتها الالفين من math هاي اتنين موجود عندنا هون الاكبر او يساوي هاي ثلاث لابينات استعملتين من math وهاي اللابني اللي فيها الالف هاي اربع لابينات ضل اشي اه هاي اللي جواتها الصفر خمس لابينات موجودة في math تمام مع ناتج تنفيذ المقطع البرمجي عند إدخال الرقم 800 إدخال الرقم 800 ونندخله في لبنة الإدخال فبالتالي 800 بتكون هون وتبع معاي الكود منيح منيح ون بتروح 800 800 هذا شو معناها 6 global salary خزن في global salary إيش بدي أخزن القيم المربوطة معها فبالتالي 800 بتيجي هون تمام بعدين الثمانمية global salary بدتي يجي هون إذن هذه صارت قيمتها 800 طيب الآن بكل جيت global salary يعني جب لي القيم المخزنة طيب شو القيم المخزنة فيها 800 إذن فيه عندنا هون 800 وفيه عندنا هون 800 تمام طيب إذا كانت هذه عندنا هون F وذن شرط إلس F وذن شرط والإلس هاي إذا ما تحققش ولا شرط إذا كانت الثمانمية أكبر من ألف مش أكبر من ألف إذن هذا الشرط ما تحققش إذا كانت الثمانمية عفوا هون ألفين مش أكبر من ألفين طيب إذا كانت أكبر أو تسوي ألف مش أكبر ولا تسوي ألف إذن هذا الشرط ما تحقق إذن نلجأ للشرط الأخير اللي هو إلس معناها في حال ما تحققش ولا واحد الجواب سيكون الجواب سيكون الفئة سي وبدأ تنطبع على اللابل فور أو تظهر على اللابل فور وضحات هذا النمط من الأسئلة مهمة كثير ديروا بالكم منه أربع من خصاص الأكسس باصمينها أجدتكم في اليوم وفي النصفة وفي الفصل الأول وبجوز في التجربة كمان قارن بين التطبيقات الأصيلة والهجينة سؤال مهم كثير وموجود في أسئلة الدرس ديروا بالكم منه تأمل الجداول الآتي ثم أكتب أوامر الـ SQL انتبهوا برضو لهذا السؤال الآن موجود عندي هذا الجدول وموجود عندي هذا الجدول هذا الجدول اسمه item وفي موجود في هذه الحقول N.O هي المفتاح الأساسي وهذا الجدول customer item وعندنا الcast number والN.O هي عبارة عن مفتاح أساسي مركب طيب حكيلي احسب لي عدد البضائع عدد إذن في عنا إذن في عنا دالة عمليات حسابية دالة العمليات الحسابية إذا متذكرين كيف بدأت انكتب بدأت انكتب select الدالة الحقل وبعدين بعد ما نكتب select وبنكتب الدالة وبنكتب الحقل وبنكتب from اسم الجدول وبعدين إذا في معيار بنحكي where طيب تعالوا تنحل هو أنا شو طالب مني طالب مني حساب عدد إذن نيجي نحكي select وعدد معناها count نفتح course عدد البضائع طيب بدو عدد أي حقل الآن عنا هذا جدول item من الجدول item طبعا هذا الجدول item بنختار price طيب افرض واحدة منه مش موجود السعر تبعها وعدين الأسعار واحدة مش موجود سعرها نقصنا واحدة طيب item name افرض واحدة منه الناسين ومسموع في الجداول إنه ما نضفش أي حقل معدل مفتاح الأساسي ناسين نكتب اسمها فبالتالي عندي 20 صنف بيحسب ليها 19 فبالتالي بدي أختار في الكاونت حقل مستحيل إنه قيمته تكون فارغة اللي هو المفتاح الأساسي فبالتالي ميجي ميحكي أنه وبعدين هون as أي اسم بدك إياه name مش مشكلة اسم الحقل اللي بدي يظهر في الجواب وبعدين from اسم الجدول اللي هو item فيه where التي يزيد إذن في عنا where price يزيد عن 20 وبنضيف هذه الفاصلة المنقطة طيب عرض إذن في عنا select فبنجي ميكتب select بديو يعرض إيش اسم البضاعة وسعرها والكمية طلع عليه شباب اسم البضاعة وين موجود في جدول البضاعة item name سعرها price موجود هون quantity موجود هون إذن عنا استعلام الحاق أو استعلام تحديد من جدولين انتبهوا من جدولين معناته في عنا معيار الأساسي في الأول يساوي الأجنب في الثاني خلينا نقول إيش نضيف أسماء الحكول بدي عرض لي اسم البضاعة item name وبعدين إيش بدي عرض لي price بعدين إيش بدي عرض لي quantity بعدين from أسماء الجداول item فاصلة customer item هذا customer item من هيئة جدول وسيط بس اللهم الجدول الثاني مش مبين هذا جدول الوسيط بس الجدول الثاني مش مبين طيب from customer item طيب إيش المعيار إعرض لي اسم البضاعة والسعر والكمية التي تشتراها الزبون رقم عشرة فبالتالي بنيجي عندي الزبون رقم عشرة رقم الزبون اللي هو طيب نيجي بنحكي where هذي where الأساسي في الجدول الأول اللي هو item dot no بتساوي الأجنب اللي هي customer item dot no هذا المعيار الأول and في طالب مني معيار اللي هي الكمية التي اشتراها الزبون رقم عشرة فبالتالي منيجي منيحكي and لأنه موجود عندي معيار ثاني هذا المعيار الزامي وإذا انت في عندك مشكلة راجع اللي هو الشريح عن الاستعلامات إذن هون حكينا اشتراها الزبون الزبون اللي هو cast no هذا رقم الزبون customer منيجي منيحكي له cast no بتساوي عشرة طيب تحديث سعر البضوعة التي رقمها ستة بزيادة 20% هذا الحكي حكينا بالتفصيل هذا السؤال وكثير الطلاب بيخربطوا فيه بس أنا شرحتوا بالتفصيل اللي هو هون عنا update تحديث وبعدين اسم الجدول سعر البضوعة وين موجودة في item إذن item وبعدين set الكيم الجديدة وبعدين where المعيار التي رقمها إذن no بتساوي ستة وهنا ستة إيش بدنا نعدل بدنا نعدل زيادة نسبتها 20% على price بتساوي price هذا الحكي بالتفصيل شرحنا ضرب فعشان هيك أنا بسرعة بحل لأنه بفترض أنك أنت دارس وجايت راجع ضرب 1.20 تمام طيب حذف جميع بيانات الجدول قبل تاريخ إذن ما يجي منقول delete from اسم الجدول هذا اسم الجدول where date أكبر من هذا التاريخ هذا التاريخ بيكون حوالينه الهاشتاغ وظائف المجسات واضحة طرق نقل البيانات واضحة في عنا هذول السؤالين شوية في بدهم شوية التركيز فانتبهوا لهم الآن هو شو حكي لي إيش وظيفة اللبينات التالية خلينا نقرأ اللبينات نحلل بعدها نعرف وظيفتهم موجود عنده هون when ball1 dot edge reached يعني لما ball1 بتلامس الحافة do لا false لا visible ظهور ball1 لا تظهر ball1 فبالتالي بتيجي بتحكيله عنده ملامسة ball1 للحافة لحافة شاشة بس انت كله للحافة مش مشكلة لا تظهر ball1 أو بتيجي بتكله عدم ظهور ball1 في حال ملامسة ball1 للكرة للحافة طيب هون هذه اللبنة حكيانا هي لبنة هذه اللبنة الفاضي مع text معناها مسح النص الظاهر على الاداة اللي بيكون اسمها هون فبالتالي عنده الضغط على الزر clear مسح النص الظاهر على label 1 تعالوا على هذول الجملتين خليني يجي عند هذة الجملة وجملتين SQL شوية فيهن شوية دكة هذة وموجود عندي select استنى شوي من وين ت select في insert into اوه ما هو select بنضيف في insert into في حال انه احنا بدنا نلحق جدول في جدول فبالتالي موجود عندنا insert into بعد insert into رح يكون الجدول المضاف الي هذا وهذا الجدول المضاف منه وهذول عندي حقول الجدول اللي مأخوذ منه البيانات فبالتالي بيجيبوا كل اضافة بيانات من جدول class 2 من الحقول class number وclass name من الجدول class 2 الى الجدول class 1 تمام هذه عنا select all فهمين شو معنا يعني جبل لجميع حقول الجدول اللي اسمه book table بس بشرط انه المستخدم يدخل اسم الكتاب book name او يدخل او يدخل اللي هو book and o تمام او يدخل هنه اثنين مع بعض مشكلة or في حال انه يدخل الكلم منهن صح وفي حال انه يدخل الكلم تان برضو صح مش زي and لازم يدخل هذي الشرط ويدخل هاي الشرط وصلت الفكرة ما اهمية هذا السؤال مهم كثير عفكرة عصيرة ما اهمية هذا السؤال مهم جدا 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 فديروا بالكم منه هذا السؤال وانا رح اضيف لكم الاجابة النموذجية لهذا الامتحان ديروا بالكم هذا السؤال بتوقع يجي قارن بين انظمة android من حيث برضو هذا السؤال موجود في اسئلة الدرس ديروا بالكم منه عند نظام android اسئلة الدرس موجود فديروا بالكم منه من خلال دراستك للمقطع البرمجي تعالوا وتنشوف هذا المقطع البرمجي هذا المقطع البرمجي اذا حضرتوا معاي درس المراجعة standard موجود في مشروع الوحدة عفكرة شو يعني standard يعني انا ما بلزم احلله هذا لما عندنا floor ومتغير وتقسيم عشرة وبتخزن في متغير معناته حدث اخر منزلة تم ادخالها او موجودة في المتغير طيب خليني نجي نمشي معا واحدة واحدة استخرج اللبنات من مجموعة الماث هذه من ماث وهي اللبنة اللي جواتها عشرة من ماث وال floor من ماث وهذه من ماث طيب اسم خاصية الخاصية دايما تيجي بعد اسم الادا فبالتالي text خاصية اسم اداء label الموجود عندي وموجود عندي اداء back تمام طيب global var مش اداء ولا خاصية ولا اشي هاي اسم متغير اسم حدث click لبنة تعريف متغير initialize global var to zero تمام ما ناتج تنفيذ المقطع البرمجي اذا كانت القيمة 63 ما احنا كلنا بتحدف اخر منزلة بتحدف الثلاث اذا ناتج 6 الفرق بين get تمام طيب خلينا نشوف اختبار ثاني كان يشوف اختبارات قلقيلي هذه عبارة عن ملزمة لأستاذ يهاب شواهني من اشهر المدرسين افضلهم في الوطن بسو هذه الدوسية اللي هو ملخص المادة الادائية المهارية رح اضيف لكم اياها في الروابط لمضافات وادرسوها يعني مادة غنية طيب هاي موجود نموذج نابلس اي من الآتة تعد من المدخلات المحسنة المدخلات المحسنة للبيانات اللي هي النماذج محسنة يعني نماذج تدخل البيانات ترتيب اداتين هذي حكينا اشي بشبهها السعة التخزينية long integer حكينا من هون نطول جوابها text box من وين نحصل عليها من user interface هذي انت باصم ها لازم انتبهوا لمنضوع الايكونات يتم اضافة الزرار من تبويب تصميم اي من الآتة هذا حكينا سؤال زيه square root معناها جذر تربيع وفي مجموعة math المجسات تبقى حافظ خاصية وظيفتها اظهار واخفام ما حكيها لخاصية معناته show لا بعدين show عبارة عن بتكون موجودة في الاستعلامات اللي عندها الصح وفي ال access مش في ال اب inventor تمام فبالتالي visible اظهار واخفاء shape تغيير شكل الزر alignment اللي المحادة ما الاجراء الذي لا يمكن سبحان الله هذا في كل المناطق يتكرر اجل السن الماضي توجيه وخربط مع الطلاب شوي فركز عليه المناطق لحذف الطالب اللي رقمه اذا where student number تساوي 99 وfrom اسم هذا الجدول اذا delete from هذا الجدول وwhere student number 99 delete from اسم الجدول where student number 99 اذا الجواب رح يبكى ب طب ليش مش دال لانه delete مش موجود from طب ليش مش الف delete مش موجود مع كوس from مع هذه الجملة طيب هون هون بيحذف لكل الجدول او كل سجلات الجدول خلينا نحكي عشان يبكى دقيقين طيب هذا النمط من الاسئلة 81 تقسيم 6 انا بدي باقي الكسم تمام خلينا اشوف الاحاسب لان انا ناس 81 تقسم 6 كديش هاي 81 وهذه تقسيم 6 رح يكون الجواب 13 والباقي طيب كيف دي عارف الباقي باجب اقول 13 اجب اقول 13 ضرب 6 ناقص 81 بس الجواب لازم نحوله لموجب ناقص 3 يعني 3 فبالتالي باهوا الجواب تمام في برنامج الاحسز التبويب المستخدم في انشاء علاقة بين الجدول وادوات قاعدة البيانات ملاحظين انه التكنولوجيا في نفس الفلك دائما الاسئلة في نفس الفلك بالدور يعني الكسر متعدد لمتعدد هذا كتير بيجي في وزاري وتجريبي ومناطقي ويومي يعني كتير بيجي هذا السؤال وكيد مرك عليكم في برنامج اكسز المفتاح الذي يضاف للجدول برضو هذا السؤال يتكرر كتير الفرق بين هذول الاداتين يعني كأنه بيحكي لك انه ايش مهمة هذه الادا وايش مهمة هذه الادا هذه الادا تعريف متغير اسمه global result نوعه رقمي واسناد الرقم صفر لها او تخزين رقم صفر له هذه عبارة عن لبنة المقارنة وتعني قيمة لا تساوي قيمة وبتكون ملحقها بالعادي مع if اذا كانت القيم الفلاني لا تساوي القيم الفلاني طيب اذكر مفتاح اساسي هذا اساسي وعنا هون هذا اساس بحده مفتاح وهذا اساسي مفتاح اجنبي وين اساس تكرر صار اجنبي يعني كورس كود هي اتكررت هون اذا كورس كود في جدول التسجيل student number اتكررت هون اذا student number في جدول التسجيل العلاقة واحد لمتعدد واحد لمتعدد وهذول الجدولين متعدد لمتعدد ادخل البيانات باستخدام SQL عارفينها خليني نيجي على هذا السؤال شكله سؤال حلو الان حكيلي هون حكيلي اذكر اسم متغير متغير تم استخدام global number و global remainder طيب ما الحدث وما الاداة المنفذ عليها الحدث اكليك والاداة لجنب اكليك بوتون وان المجموعة F لها كنترول اين تظهر النتيجة على الابل 2 على الابل 2 ما النتيجة المتوقعة في حال ادخال الرقم 5 تعالوا تنشوف ادخال الرقم 5 في text books تمام فبالتالي هون دخلنا رقم 5 الخمسة اجت في global number global number صارت قيمة 5 الان بيجي بيحكيلي اذا كان هون جبل القيم المخزن في global number هاي 5 اعمل لباقي قسمي 5 تقسيم 2 تساوي 2 والباقي 1 الباقي 1 ده تيجي هون هذي المتغير رمندر اذا يجي هون واحد تمام الان اذا كانت القيم المخزن هون تساوي 0 لا ما بتسوي 0 اذا هذا الشرط لا اذا هذا الشرط رح يتحقق له ال else فمعناته number is odd odd معناها فردي اضن فردي و even معناها زمجي تمام طيب في النهاية بهمكيش انت شو معناها يعني انت بهمك تتبع الكود قعد كتابتهم هذول هذي الفكرة حكينا عنها فديروا بالكم يعني هون عنا استعلام اظهار فبالتالي ميجي مقول select اللي مكتوب عليهم صح بعد select مكتب اللي هو project name و project number from الجدول اسمه project وير في معيار project name تساوي بناء مستشفى بمعنه لا في اكبر ولا اصغر طيب عنا هون استعلام تحديث فبالتالي نحكي update اسم الجدول service وبعدين set القيم الجديدة شو القيم الجديدة set service name تساوي اداء نقدي وبعدين where المعيار شو المعيار service id بعد where تساوي واحد تمام هذا السؤال ديروا بالكم منه ليش بيحتاج ذا ذا كبير عشوائي كبير نسبيا لان القمامي فبالتالي جامع القمامي نفسه بيكون بيرتب في أماكن الذاكرة وهو قاعد بيرتب بده ياخذ مواقع في الذاكرة إضافة إنه الاندرويد مبرمج باستخدام لغة الجافة إضافة إنه الاندرويد إله أكثر من مطور وكل مطور بده ذاكرة عشوائية خاصة فيه فبالتالي ذاكرة خاصة فيه علشان هيك من طريقتي في الإجابة في هذه النقطة إنها النقطة شوفوا الإجابة النموذجية أنا أعطيتكم الفكرة العامة قارن بين iOS واندرويد يعني هذا محروق السؤال من خلال تأمل الجدول التالي إضافة السجل حدث تحديث يعني تعالوا تنحلهن هنا إضافة هاي شغلنا شغلنا هنا إضافة معناته insert into into وبعدين اسم الجدول اللي هو employee table table وبعدين بحد employee table بنضيف أسماء الحكول اللي ننضيف لهن الآن 22233 2003 هاي بننضيفها في المفتاح الأساسي وهذه بمعنها تاريخ بنضيفها في date تمام فبالتالي employee number وبعد ننضيف في date values القيم القيم اللي هني 2222 وهنا بنضيف هاشتاقين اسمها هي هاش هذي اسمها هاش أو شارب في ناس مكلولها ثلاثة 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 وما تنسوا في الأخير يا شباب الفاصل الموقف طيب حدث بيانات الموظف اللي هي delete from employee بالاسم الجدول وبعدين بنيجي بنحكيله where الذي رقمه employee أن بتساوي 120 25 خلصنا تحديث تخصص الموظف الذي اسمه خالد فبنيجي بنحكيله update اسم الجدول اللي هو employee table tbl وبعدين ست القيم الجديدي اللي هو اسمه بدي تحدث بالتالي employee name ولا بدون underscore employee name بدها تصير خالد بدي اسمه chemistry chemistry تزعلوش تحديث تخصص الموظف الذي اسمه خالد الى chemistry اذا مش الاسم بدنا نحدثه التخصص ست major majors جوردس بتساوي chemistry أو chemistry سيبت نقره chemistry من هي لكنات تمام وبعدين بنيجي بنحكي where name او employee name employee name بتساوي خالد خالد اللبنات مش الادوات يعني كل قطعة ليجو بدها عدها تعالوا تنشوف هاي هون واحدة هاي ثنتين هاي الكوس هذا ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمان لبنات تمام اذكر اسم الاداة المستخدمة اسم اداة مستخدمة مليان ادوات البوتون تان مجموعة ايش يوزر انترفيس التكست بوكس في مجموعة يوزر انترفيس اللي بالرزلت في مجموعة يوزر انترفيس هاي هاي لبني في مات بس مش ادا موظف تان حساب الضل ما الاسباب حكينا لكم الاسباب اللي بتمنع تعمل insert into هون عيننا سؤال تحليل يعني ملاحظين انه يعني في نفس الفلك الاسئلة يعني في مرحلة التصميم ما الخاصية المستخدم لتغيير النص الظهر على الادا مهم تكست جعل اتجاه لليمين alignment تحميل صورة للادا image اللي هي الخاصية بكتر يعني هذه ما بدأ أطول عليكم أكثر من هيك هذه مجموعة نماذج انتو برضو رح أضف لكم أمور ثانية في صندوق الوصف في في أسفل الفيديو انتبهوا يعني فيه هون مثلا على App Inventor شوية أسئلة لأستاذ دعاء الصيام شوفوا هذا السؤال مرتب اكروا وشوفوا هاي نماذج مرتبة الله اعطكم لها شكرا لكم